لقد تشرفنا اليوم بلقاء السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان وقدمنا للسيد الرئيس عرض حالة عن حالة السرطان في الجزائر وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور أولاً الوقاية ثانياً الكشف المبكر ثالثاً التشخيص المبكر رابعاً البحث العلمي وخامساً كيفية تحسين ما صار المريض وقد قام السيد الرئيس الجمهورية بإعطائنا توجيهات فيما يخص هذا المجال وكيفية التكفل الأحسن لمرضانا في الجزائر كما كلفنا بتقديم له تقرير دوري وأول تقرير دوري يقدم له خلال ثلاث أشهر لإعطائه كيفية وضعية المرضى في الجزائر وما هي الحلول الممكنة التي يمكن اتخاذها في أقرب وقت